وأنا ما زلت أقوله كثير من الأنظمة تستخدم البالون وتستخدم الفوت وتستخدمه كتلهية ولكن في هذه الواقعة بالذات بأنها على مستوى عالمي وبما أن المعركة تحولت وكأنها قضية هنا ما بين الشمال والجنوب ما بين الأوروبيين والأفارقة ما بين أصبح تغير الميزان وبالنسبة لنا كجزائريين النقطة المهمة الأساسية هو أن هذا الانتصار للفريق المغربي كسر البروباغندا الرهيبة التي كانت تنتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهي حروب على أساس أنها بابين الجزائرين والمغاربة ونحن نعرف أن الشعب الجزائري هو شعب مغربي هو شعب واحد وأن الشعبين يحبوا بعضهم ولا أعرف أن هناك خصومات ما بين النظامين ولكن الشعبين يحبوا بعضهم والحقيقة وللإنصاف قد شي مرات بعض خوطنا الجزائريين شغل ما يعجبون في الحال شوفوا نارني مش من نوع اللي يتأثر أو تحت الضغط أو يخاف أو يجبون وإلا ما كنت نستمر 27 سنة أنا ما أعتقد حقا أنه أقوله قد أكون مخطئ لكن ما أعتقد أنه الحق والله ما يرجعني عليه شخص أي كان نستطيع أن ندين نظام المغربي وننتقد في أشياء كثيرة وأنا فعلتها وقلتها ولا أخشاه لا هو ولا غيره ولكن الحقيقة قال أن الذي بدأ بخطاب عدواني شديد هو العصابة التي تحكم الجزائر وأن شنغريحة في 2016 في 2016 يومها كانت العلاقات ما بين نظامين معقولة والسفرات مفتوحة والأجواء مفتوحة والطيران مفتوح صرح من بشار وكان يومها هو قايد ناحية العسكرية الثالثة قال العدو المغربي ولم يكن يومها في الخطاب الرسمي اللي كان يقوده بوتفليقة أو قايد صالح لم يكن كلمة العدو المغربي تقال ولم يستعملها لا المغاربة ضد النظام الجزائري ولا الجزائريين ضد النظام المغربي لغا نخرج هو وقالها هذا شنغريحة في 2016 وإذا المساعدة يسمع فيها يبعثها لي بل أن نزيدنا ورها لكم الحقيقة قال أن الملك المغربي مع ما لدينا من تحفظات وانتقادات إلا أنه مديد عدة مرات وفي خطابات رسمية وقال أنه يمديد بالسلم إلى إخوانه وإلى النظام الجزائري والحكم الجزائري إلى آخره قبل التطبيع وبعد التطبيع التطبيع الذي ندينه بشدة وندين الذي يقوم به سواء كان في الإمارات أو في السعودية أو في البحرين أو في السودان أو في المغرب أو في مصر أو في الأردن أو في غيرها سواء الذي يقوم بالتطبيع في السر أو في العلد لكن نظام الملك المغربي قدم يده عدة مرات وأن كذبة أن النظام المغربي متورد في حراق 2021 كذبة كبرى المتورد والمشرف والمبرمج لحراق 2021 وهو جبار مهنة الجنرال جبار مهنة اللي رقيتوه بعد ذلك ولم يبرمج ذلك فقط برمج أيضاً ذبح وقتل وحرق جمال بن سماعين من أجل خلق فتنة بين العرب والقبائل واللي الحمد لله الشعب تفطن لها والد جمال بن سماعين تفطن لها واتهام المغرب وارتباطه بالماك ورشاد هم اللي حرقوا المنطقة كذب وتبرير ذلك من أجل قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق المجال الجوي ومنع الطائرات المغربية باش تمر كذب طائرات الفرنسية اللي تقصف في مالي والنيجر وبوركينافاسو تمر على الأجواء الجزائرية طائرات الأمريكية العسكرية تمر الروسية تمر الصينية تمر الألمانية تمر والطائرات المدنية المغربية لا تمر نحن ضد ذلك وندينه بشدة نحن شعب واحد في بلدين وأقولها وأكررها لدي انتقاداتي وقلتها علنا وأنا أقولها منذ عدة سنوات للنظام المغربي لكن لا يمكن أن نقارن نظام ذبح 250 ألف من شعبه ويقمع الحراك ويسجن الرجال والنساء يصل إلى تعرية النساء وتعذيبهم ومحاولات اختصابهم لا يمكن أن نقارنه بين نظام لم يقتل حتى بضعة ألاف نودين الاستبداد أين كائن ما كان ونودين الذين يأتون إلى الحكم سواء عن طريق الدبابة أو عن طريق الوراثة وقلتها أقولها عشرات المرات بل ألاف المرات ولكن علينا أن نكون منصفين بين نظام عسكري دموي قتل 250 ألف في التسعينات وقتل قبل التسعينات وقتل بعد التسعينات واسألوا أهل القبائل 127 شاب وآلاف الجرحة في 2001 وال2002 واسألوا أهل الحراك اليوم لا يمكن أن نقارن ذلك نعم ندين الاستبداد ندين الطغيان ندين أن لا يكون الشعوب هي التي تقرر مصيرها لكن للإنصاف نقول الإنصاف أن العصابة التي عندنا برمجت العدو الخارجي والعدو الداخلي العدو الداخلي والحراك والأسماء البارزة فيه سواء في رشادة أو في غيرها والعدو الخارجي والمغرب وهو يبني بقاء بالنفخ في العدوات بالكذب جاءت هذا الانتصار للفريق المغربي ليكسر البروباغندا التي تريد أن تخلق عدوات بين الشعب المغربي والجزائري والبروباغندا ليست من نظام جزائري فقط هناك في المغرب أيضا من يفعل ذلك ولكن النسبة متفاوتة جدا في الجزائر النظام وأذنابه وذبابه في الداخل وفي الخارج كلها مهيئة لشيء واحد وهناك أيضا خارج المغرب والجزائري من ينفخ في هذا بعث لي واحد الأفاضل على أساس مغاربة ومعهم من شعر في إسرائيلي نفدي العالم الإسرائيلي والعالم المغربي في باريس أو في فرنسا من قال لي كانهم مغاربة أصلا وحتى لو كانوا مغاربة وإحنا عندنا جزائريين يتعبدوا بالعصابات وعندنا جزائريين كانوا حركة مع فرنسا اللي همنا في الموضوع في هذا الموضوع واش همنا هو أن الفريق المغربي والجماهير المغربية اللي كانت في الإستاد في الملاعب رفعت العالم الفلسطيني وغنت لفلسطين وحرية فلسطين والفريق المغربي رفع العالم الفلسطيني وتحدى أي إن كان أن يجد علم إسرائيلي أو في الفريق المغربي أو في جماهير المغرب اللي رأي حاضرة هناك في قطر أما في أماكن أخرى فيستطيع أي خمسة أشخاص أن يرفعوا أي علم وأن يقولوا أي نشيد مع ذلك نودين التطبيع الذي أقدم عليه النظام المغربي مع الكائن الإسرائيلي ولن نقبله أبدا ولن يقبله للمغاربة ولا الجزائر غيرهم إنهم برروه بأن هناك ظلم من نظام الجزائر نعم هناك ظلم لكن هذا لا يبر ذلك المافيا عندنا دائما تذكر روح ولي وعرف أنها قتلت 250 ألف من الجزائريين 250 ألف هذا الرقم أصبح من اعتراف تبون اللي قالوا خبر 14 في قطر كنا نقوله أكثر من 200 ألف خرج هو وقال أنه 250 ألف قال أكثر من 250 ألف ما زلت عند رأي أن الشعوب من حقها أن تفرح ولكن يجب أن لا تخدع بالبالون يجب أن لا تخدع بالبالون ولا بأي تلهي أخرى ولا بالغنى ولا بالشطيح ولا بالرقص ولا بأي لعبة معركة الشعوب هي معركة حريات معركة تحرير الأوطان معركة كرامة معركة نرزق معركة محاربة لينهبوا أموال الشعوب وموال البلدان الملايين البطالين الملايين الجوعة الملايين المفقرين هذه المعارك الرئيسية تانا هذا لا ينفي أن من الناس من حقها أن تكون لها لعبة هنا أو هناك تفرح بها هنا يجب أن تبقى ضمن لعبة وضمن إطار اللعبة وأن لا يستخدمها وأن لا نترك لأي حاكم أن يستخدمها كمنون وكملهات هذه هي القضاء اللي يزنع مع ذلك في الشعب الجزائري أكاد أقول كله والحقيقة أن أخبرني هناك من أنهم داروا دي بينالتي داروا غرامات العصابة دارت غرامات لخرجوا في عدة مدن بما فيها وهران لما انتصر الفريق المغرب على الإسباني وربما حدث مع البرتغالي نفس الشيء لا أعرف البرتغالي ما زال مستثنش معلومات لكن خرج الشعب الجزائري في عدة مدن وعبر في عدة مدن لأن القضية تجاوزت الفوتبول هنا هنا نظرة دونية من بعض الأوروبيين لنا كعرب وكفارغة وكأمازيغ وكمسلمين أصبحت اللعبة هنا تغير المعطى واللي همنا نحن كجزائريين أنه تحول تلك الفتنة اللي كانوا يريدون خلقها ما بين شعب جزائري والمغربي جاء هذا الانتصار باش يجمع الجزائريين ويشعرهم أننا شعب واحد ويعبرون عن ذلك صراحة مش معناها غيرت رأيي ما نغيرش رأيي ورأي ثابتة والناس تعرف أن يقول تقريبا نفس الشيء لما انتصر الفريق الجزائري في الإفريقية في 2019 أو في 2021 بالبطولة العربية رأيه ونفسه لا يتغير إن ثباتي الحمد لله ينبع أنا لدي قيم ومبادئ ثابتة نابعة أساسا من قيمنا وأخلاقنا كمسلمين اللي ما عندناش تغيرات أو تبدلات إلا الله غالب اللي ما فهمهاش هذا أمر يخصه هو ويخص فهمه أو لتأثر بالبروباغندا أو تأثر بالأكاذيب اللي راه تنقل على لساني البروباغندا والذباب والأذناب والهؤلاء المفسدين ينقلون أشياء كثيرة على لساني بل ينقلون حتى أن يشرب الخمر وأنا الذي لم أشربه يوما ولا أعرف طعمه وكثيرين كائن أو بعض كائن اللي يصدق أو يعتقد ذلك أو خدمه له في مخه من كثرة الإصرار هذا أمر خصك أنتا تلعبه بعقلك أنتا إذا أردت أن تسمع رأيي ستجده في صفحة اليوتيوب أو صفحة الفيسبوك أو تويتر غيروا لا يعنيني ترجمة نانسي قنقر